اشتركوا في القناة ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أولئك آبائي أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أولئك آبائي التقديم والإخراج محمد الجوهري مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بفضلة الشيخ أبي إسحاق الحويني فضلة الشيخ مرحبا بكم معنا كل عام وأنتم بخير بارك الله فيك وصلنا إلى الحلقة قبل الأخيرة وكما عرفتم منكم سنخصص الحلقتين الأخيرتين للصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله فمن أين نبدأ مع هذه الشخصية من شخصيات أولئك الأباء نعم بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آخر العشرة الذين سوف نتكلم عنهم في هاتين الحلقتين الأخيرتين هو الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي أبو محمد رضي الله عنه فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين اصطفاهم أو نص عليهم عمر رضي الله عنهم وذكر أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وكذلك هو أحد الخمسة الذين أسلموا من سيدات الصحابة على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسلم على يدي أبي بكر عثمان وعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام وسعد أبي وقاص ويعني كان يقال له ولأبي بكر القرينان 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 نعم وذلك لأن نوفل ابن خويلد ابن العدوية أخذهما لما أسلم فقرنهما في حبل واحد فلذلك قيل لهما القرينان يعني أبا بكر وطلحة رضي الله عنهما وأيضا كان يقال له طلحة الجود وطلحة الخير وطلحة الفيض يعني هذه كلها صفات تدل على كرمه وسخاء ذات يده وقد شهد طلحة رضي الله عنه المشاهد كلها إلا بدرا فإنه كان في تجارة له في الشام فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأعطاه يعني من الغنائم وهذا بالضبط كما حدث للزبير من عوام وأيضا زبير كان بالشام في تجارة فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه نعم كما ذكرتم في حلقة الزبير من عوام نعم وأعظم مشاهدي طلحة رضي الله عنه هو أحد كان أبو بكر كما رواه الطيالسي في مسنده يقول إذا ذكر يوم أحد يقول هذا كله يوم طلحة لأن طلحة ابن عبيد الله أبلى بلاء حسنا في هذا اليوم العصيب نحن نعلم أن غزوة أحد فر المسلمون في أول النهار لما بدأ القتال وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عبد الله بن جبير على الجبل جبل الرما وقال لهم أمر عليهم عبد الله وقال لهم لا تبرحوا هذا الجبل ولو رأيتم الطيرة تتخطف العسكر ولو رأيتون انتصرنا لا تساعدوننا يعني هو أراد أن يحموا الجبل يشدد عليهم يعني في الالتزام بمكانهم بالضبط المهم كانت الدولة في أول النهار للمسلمين فأول ما رأى الرمات على الجبل أن المشركين انهزموا نادى بعضهم بعضا الغنيمة الغنيمة يعني هلموا إلى أخذ الغنيمة قد فر المشركون فذكرهم عبد الله بن جبير أنه بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجود لهم أن يتركوا الجبل خاليا ولكن لم يسمع كثير من هؤلاء الرما إلى تحذير عبد الله بن جويل وانطلقوا خلف الغناء فخالد بن وليد لما رجع فوجد الجبل خاليا وليس فيه أحد إلا قليل أحد من الخمسين الذين كانوا يقفون على الجبل فرجع خالد بن وليد من خلف الجيش وقتل كل هؤلاء الذين كانوا على الجبل ودخل على المسلمين فقتل منهم مقتلة عظيمة في هذا اليوم يعني في حديث عائشة في الصحي البخاري تقول لما حدث ما حدث وأشاع الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فقال أي عباد الله الشيطان الذي يقول أي عباد الله أخراكم يعني ارجعوا إلى أخراكم فرجعت الأولى إلى الأخرى طب أخراكم دول المسلمون وأولاهم المسلمون أيضا فصار المسلمون يقاتلون بعضه حتى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه جعل يحذرهم ويقول أبي أبي يعني أبوه اليمان كان في طائفة من هؤلاء فلم يتنبه لهذا وقتل والد حذيفة اللي هو اليمان فقال حذيفة أبي أبي ولكن لم يسمع أحد في ذلك الوقت تحذير حذيفة فقتلوه فقال غفر الله لكم يقول عروة ابن الزبير راوي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنه فما زال يعني بقية خير في حذيفة رضي الله عنه بعد هذه المسألة المهم أن غزوة أحد انقسم المسلمون فيها إلى ثلاثة أقسام قسم فر إلى المدينة وهو أقل الثلاثة أقل الثلاثة للأقسام القسم الذي فر إلى المدينة وهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إن الذين تولوا منكم يوم التق الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه فهذا هو القسم الأول الذي فر إلى المدينة القسم الثاني الذي سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فصار كل واحد لا يهمه إلا نفسه كل واحد يريد أن ينجو بنفسه وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم تصعدون يعني تهربون في الجبال لما كانت الدولة المشركين بعدما حصل المشاكل في الرماه وبقية الذين خالفوا فصار كل واحد صاروا يتفرقون في الجبال وصار كل واحد لا يلوي على أحد ما فيش حد يبص التاني ولا ينظروا إليه المهم ينجو هو دي الطائفة الثانية والطائفة الثالثة هم الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين وهم طلحة وسعد النبي وقاص هذا الخبر الذي يدل على مكانة طلحة كما قال أبو بكر رضي الله عنه في يوم أحد هذا اليوم كله لطلحة ينسب كل المعاركة إلى طلحة كل كأن الفضل الطلحة لأن طلحة حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أن يده شلت يعني يقايس بن أبي حازم كما في صحي البخاري يقول رأيت طلحة ابن عبيد الله ويده شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام نسائي في روى لنا من حديث جابر ابن عبد الله الأنصار يقول لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية مع إثنى عشر رجل من الأنصار وفيهم طلحة ابن عبيد الله بدأ المشركون يريدون أن يصلوا إلى ما الله حاجزهم عنه يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه فالمهم يعني كان الاثناشة دول مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن عبيد الله فأدركهم المشركون فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من للقوم فقال طلحة أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما أنت يعني لست أنت الذي أعنيك فالتفت رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله فقال أنت يعني قم لهم فقاتل حتى قتل ثم التفت فإذا المشركون يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم فقال طلحة أنا يا رسول الله فقال له كما أنت يعني لست أنت صاحب الجولة المرة الثانية المرة الثانية فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فقاتل حتى قتل ثم لم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن عبيد الله فقط عشان كذا كان أبو بكر يقول اليوم كله لطلحة لأن تعارف يعني في المعركة القائد إذا قتل حتى الجيش بيصير شذر مذر لأن الخطة مع القائد فهم لا يدرون ماذا يفعلون وكانوا يستلهمون النصر من القائد نعم نعم نظر لوضعه ورمزيته بالضبط بالضبط يعني بهذه المناسبة أذكر في الغزوة بغزوة مؤتة النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يأخذ الراية جعفر فإن أصيبها فعبد الله بن رواح الثلاثة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم نعم فلما وصلت الراية إلى الصحابي الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام فضلبيت يده فأخذ الراية بالياد الأخرى فضلبيت يده الأخرى فأخذ الراية بعضوضيه لإذن سقوط الراية مشكلة لأن كل الأنظار تتعلق بالراية تتعلق بالراية وزي كانوا حريصين على أن تبقى الراية ظاهرة يراها الناس وكلهم كذلك القائد القائد يشبه الراية في ميدان القتال فهو اللي حصل أنه لم يبقى إلا طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم فقال طلحة أنا فقاتل طلحة قتال الاثنى عشر رجلا يعني قاتل قتالا مجيدا يساوي قتال هؤلاء الاثنى عشر من الأنصار حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال حس حس دي بتبقى كلمة يعني كلمة توجع يعني يعني زي ما واحد إذا أصاب شون يقول أه كده فحس دي كلمة عربية يعني بمعنى عن الألم بالضبط كده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له لو قلت باسم الله بدأ الحس يعني لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك قال هذا لطلحة ابن عبيد الله لما قطعت يعني أصابعه وقال هذه الكلمة فضيلة الشيخ يعني ربما وقت البرنامج لا يتسع لتفصيل أكثر فنستكمل بقية التفاصيل عن هذه المعركة معركة أحد وعن طلحة ابن عبيد الله في الحلقة القادمة إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أولئك آبائي التقديم والإخراج محمد الجوهري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر